المنتخب الأولمبي ضحية مين؟ المنتخب الأولمبي واحد من أحسن اللقاءات اللي اتعملت في الثلاث مبارات اللي فاتوا أو على مستوى المنافسات أو على مستوى الشخصية شفت لعيبة مش عايزة أقول أبهرتني لكن فيه لعيبة لها مكانة وممكن كمان تبقى بشكل كويس قوي شفت جول زي حمزة علاء شفت شخصية زي كوكا شفت لعيب مع التطوير زي أحمد عيد شفت كريم الديبيس ممكن يبقى خامة كويسة جدا شفت واحد بقلب حلو جدا 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 اسمه النني تضحى بكتير قوي وتكلم وانتقد كتير جدا جدا شفت واحد زي محمود صبر ممكن يبقى فاكهة من فواكه قرى مصرية مستقبلا شفت واحد زي إبراهيم عادل شفت أسما فيصل إبراهيم عادل ومهارته ومكانته شفت ناس شفت طبعا زيزه بالتأكيد يعني لكن فنيا يعني المنتخب كان مجهد إجهاد غير طبيعي المنتخب ده من سنة تقريبا ولا حاجة لعب المغرب في المغرب وخسر اثنين واحد بالعافية بعد طرد محمود صبر وكان كسبان واحد سفر إذن في عوامل قدت عليك اللي كده لكن في نفس الوقت في نفس الوقت في حد سبب مهم جدا لازم نعرفه أنا كمان السبب ده للمنتخب ده لم يتم يعداده بشكل كويسة إحنا فوجئنا إن الناس دي موجودة أصلا يعني لو جينا يسألنا شارع المصري مثلا يعني من اللي راح منتخب من اللي راح الأولمبيات في أسماء حتش يعرف كتير حتش يعرف كتير عكس إن من سنين فاتت طويلة من 20-30 سنة المفروض إن احنا بنتقدم خطوات من 20-30 سنة لو قلت من في نزمالك منتخب الشباب هيقولك فلان وفلان وفلان من من الأهل منتخب أولمبي هقولك فلان وفلان وفلان إذن الوقت اللي احنا فيه ده ما فيش حاجة بتيجي صدفة المهيم اللي بيجي صدفة ما بيستمرش يعني لازم تحضير ما بين منظومتين منظومة بتاعتب تستغل للناس اللي عندها كويس قوي من أسماء وعلاقات ومكانة في الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأفريقي وما بين منظومة لا ما بتستغلش ده كويس ما بين منظومة بتحضر كوادر سواء كانت على المستوى المدربين أو المستوى اللعيبة مين اللي واخد رابع علم مع منتخب المغرب وليد الركراكي مصبوط مين اللي واخد النهاردة السكتيوي السكتيوي تعرف السكتيوي ده مين جلنا السكتيوي ده جلنا 77 السكتيوي ده كان موجود في بطولة المغرب الشباب دوري أو آسف الأمة الأفريقية الشباب سنة 97 في مارس 97 في مارس 97 وكان فاكهة من الفواكه برضو اللي موجودة في منتخب المغربي وكان الجمهور بيحبه جدا لانه كان شبيه كده بمصطفى فاتحة يا عيمان لو تفتكت شوية لكن كان في واحد تقيل جمان اسمه عدل رمزي عدل رمزي ده كان ماسك الوداد انا عايزة يقول لك ليه ليه الناس دي بتوصل شوية كوادر ما ينفعش ان انا كل برضو كل كل تفكيري كله في برة كل ان انا جيب الناس من برة جيب مدربين من برة محترامي طبعا ليهم وثقافتهم ومكانتهم وخبراتهم لا ده عايزين ده بالوقتي يقول لك ميكالي يمسك مكان حسام حسن انت متخيل يعني الاصوات اللي سمعتها في الفترات الاخيرة ميكالي يمسك مكان حسن هل يقول لك بس انت اعترضت على عيب في ميكالي انا بشيت بميكالي هو كمان ايوه بس احنا الخامة ايه الظروف ايه الوقت ايه ايوه الفرص اللي خدها ايه التوقيت ايه عمل عمل اللعب اللي انت شفت الحقيقة الشكل اللعب ونطورة طب ما في لعيبة ما تضميتش يا كابتن عندك حسام اشرف هدف الدولي لم ينضم عندك عمر الساعي لم ينضم ايوه انت محضرتش محضرتش البدائل هنقل بس يعني طبعا النتيجة قيلة جدا 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 بس دي نتيجة زي ما قلت لك فرق ناس بتلاعب مدارس بلها فترة جيجة بتحضر واحد النهاردة انت تعطفت معا يعني احنا نغرب ستة كابتن يا سيدي لا